الجزائر تفاجئ المغرب وتساعدها إطر الزلزال الذي ضرب بمراكش السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا إذن عبرت الجزائر عن استعدادها التام من أجل تقديم المساعدة إلى دولة المغرب على إطر الزلزال الذي ضرب في مراكش حيث أشارت وزارة الخارجية في بيان لها إلى أن الجزائر عرضت مخططا طارئا لمساعدة المغرب في إطار الكارثة التي ألمت بها مضيفا أن الجزائر ستنطلق في هذا المخطط في حال قبول المملكة المغربية هذه المساعدات كما تتمثل هذه المساعدات في فريق تدخل للحماية المدنية متكون من ثمانون عونا مختصا موزع على فريق سيتو تقني متخصص في البحث تحت الأنقاض وفريق بحث وإغاثة وطبي وكذا مساعدات إنسانية من إسعافات أولية والأفرشة والخيم ومن جهته حي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغد الموقف العروبي الأصيل من الجزائر في الوقوف إلى جوار المغرب في كارثة الزلزال حيث صرح قائلا أحيي الموقف العروبي الأصيل من الجزائر في الوقوف إلى جوار المغرب في كارثة الزلزال بما في ذلك فتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة هكذا هي الروح التضامنية العربية والتي نسعد برؤيتها تسود بين الإخوة لعل ذلك يبني عليه لاحقا حيث أفادت وزارة الداخلية المغربية مساء اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 2012 قتيلا من 2059 جريحا من بينها ألف وأربعة إصابات خطيرة وسجل أكثر من نصف هؤلاء القتلى معظمهم في مناطق جبلية جنوب ماركش وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها نفس الوزع سنوافقكم بكآخر المستجدات في الساعات والأيام القادمة إن شاء الله لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإرجال